توفان بشري أنثوي لم يشهد له اليمن مثيلا من قبيل إلا في زمن الثورة الشعبية صورة مكتملة المعالم تعكس دورا بارزا للمرأة اليمنية لم يكن أقل من دور نظير حرجه حاضرة بقوة في كل الميادين الثورية في الشارع، في المستشفى، في لجان النظام في لجان الخدمات وفي البيت أيضا ولعبة دور رئيسي في التعبئة والحشد أينما وجدت المرأة لعبت دورين مزدوجين فوجودها في الساحات إلى جوار أخيها الرجل بالوقت الذي أيضا تلعب دور داخل البيت في إعداد ما تحتاجه الساحات من مواد لمواصلة المسيرة المرأة اليمنية وجدت في الثورة منطلقا لتفجير الطاقات الكاملة وفقت في بعض الأدوار الثورية دور شقيقه الرجل إنه زمن الثورة الذي أطلق العنان للمرأة لتلعب دورا أكبر مما كانت عليه أصبحت فاعلة في كل الميادين وصاحبة إسهام بارز في تحريك مصار الثورة لقد عاشت المرأة خلال ثلاثة وثلاثين عاما مهمشة مقصة ورقة يتواجر بها النظام إنما في هذه التسعة الأشهر بالفعل المرأة أثبتت وجودها أثبتت شراكتها الحقيقية للرجل مشاهد نضالية نوعية للمرأة اليمنية رغم قيود المجتمع المحافظ الأكثر قبلية أدوارها في الثورة أبهارت العالم وتوج دورها بجائزة نوبل للسلام عبر توكل كرمان أعترافا بدور المرأة اليمنية في نضالها السلمي دور عصي على التجاهل لا زال محط إعجاب الجميع المرأة ما نغضش يعني نحنا نلتفت عن دورها هنا في الله وكما تشاهدنا الساحة هي مليئة رغم أن نحنا مجتمع قبلية لما يسمع بذهب المرأة وخروجها لكن نحنا كسلنا كلها لحواجز وأثبتت فعل المرأة اليمنية أكثر وأكثر وسوف نثبت إن شاء الله المرأة اليمنية حمامة السلام في الثورة وروحها النابض كانت ولزالت وقود الثورة الشعبية في اليمن ومثالا جديدا يبرهن أن وراء كل أمر عظيم امرأة